السلام عليكم جميعاً اليوم بهذا الفيديو راح تحدث عن أبرز إحصائيات الدور الإسباني لاليغا للموسم 2019-2020 نبدأ الحديث ببطل الدوري انتهى الموسم بفوز ريال مدريد ببطولة الدوري ريال مدريد أخذ 87 نقطة المركز الثاني كان برشلونة 82 نقطة المركز الثالث والرابع كان أتلاتيكو مدريد وإشبيليا لكل منهم 70 نقطة هاي بالنسبة لبطل الدوري والمتأهلين لدور الأبطال بالنسبة للمتأهلين للدور الأوروبي كان فيا ريال صاحب المركز الخامس 60 نقطة بعده ريال سوسيداد صاحب المركز السادس 56 نقطة هابطين كانوا ليغانيس 36 نقطة مايوركا 33 نقطة وسبانيول 25 نقطة نجي على ترتيب الهدافين هداف الدوري كان ليونيل ميسي بتسجيل 25 هدف من أصل 86 لبرشلونة المركز الثاني كان الحكومة كريم بن زيمة 21 هدف من أصل 70 لريال مدريد صاحب المركز الثالث هو مورينيو من فيا ريال 17 هدف من أصل 63 لفيا ريال بالنسبة لأكثر أسست كان أيضا الفضائي ليونيل ميسي جاب 20 أسست من أصل 62 لبرشلونة صاحب المركز الثاني بأكثر أسست كان أويار زبال بداعش أسست من أصل 39 لريال سوسيداد الثالث كان كازورلا إله 9 أسست من أصل 40 لفيا ريال أكثر لاعب خشن كان بالدوري الإسباني هذا الموسم هو داميان سواريز من خيتافي أخذ 15 كرت أصفر وبطاقة حمراء بالمركز الثاني كان بيكي 15 كرت أصفر مركز الثالث كان نيوم من خيتافي 13 كرت أصفر وطردين أكثر لاعبين تمريرا للكرات اللي هي الأحصائية أنا أشوفها يعني أحصائية لمجرد أحصائية لأنه ما تنم عن أي شيء شوف المركز الأول بيكي اللي هي أكيد باص للمدافع الثاني أو لبوسكيس وبوسكيس يرجع لبيكي وبالدليل أنه رقم واحد أكثر تمريرات هو بيكي الثاني كان بوسكيس والثالث كروس اللي هي كل هالتمريرات العرضية والقصيرة بين لاعبين هاتو خذ أقوى هجوم كان هجوم برشلونة وسجلوا 86 هدف المركز الثاني ريال مدريد 70 هدف والمركز الثالث فيا ريال 63 هدف أكثر فريق تلقى أهداف هو مايوركا تلقى 65 هدف ثاني أكثر فريق تلقى أهداف هو ريال بيتيز 60 هدف والثالث هو ألافز تلقى 59 هدف أكثر فريق استحواذا على الكرة كان برشلونة بنسبة 65% المركز الثاني كان ريال مدريد 58% والمركز الثالث الشبيلية 57% أكثر فريق تسديدا على المرمى كان ريال مدريد ب546 تسديدة بمعدل تقريبا 13 تسديدة على المرمى بكل مباراة بيا ريال 471 تسديدة تقريبا يعني 12-13 تسديدة بالمباراة أكثر فريق تعرض للوف سايد التسلل هو أتليتيكو مدريد ب114 تسلل ثاني فريق هو خيتافي 103 تسللات ثالث فريق تعرض للتسللات هو فالانسيا ب96 تسلل أحصائية هيك على الجنب هي برشلونة تلقى أهداف بفترات المباراة عدنا بأول ربع ساعة برشلونة تلقى 9 أهداف وعدنا من الدقيقة 60 للدقيقة 75 كذلك برشلونة تلقى 9 أهداف وعدنا من الدقيقة 75 للدقيقة 90 برشلونة تلقى 10 أهداف أقل وقت تلقى في برشلونة الأهداف هو من الدقيقة 30 للدقيقة 45 ومن الدقيقة 45 للدقيقة 60 بكل فترة من الفترات تلقى فقط ثلاث أهداف بالنسبة لريال مدريد عدنا نفس الأحصائية لبرشلونة آخر ربع ساعة من الدقيقة 75 للدقيقة 90 كذلك تلقى 10 أهداف في إحصائية ملفتة للنظر الريال مدريد ما تلقى أي هدف من الدقيقة 15 للدقيقة 30 كانت هاي إحصائيات سريعة خفيفة نظيفة للليقة الإسبانية في حال أعجبك الفيديو شيره مع أصدقائك عمال لايك سبسكرايب أهم شي للقناة نزيد عزيز المشتركين في حال أعجبك وإن شاء الله نشوفكم قريبا تحياتي لكم جميعا تحياتي لكم جميعا